موسيقى إذن مشاهدنا الكرام و سنوياكم إلى فقرة تجراءات وتدابير و طبعا لكل مشروع جديد يحتاج نصيحة من شخص صاحب خبرة و محل ثقة لكي تستقي منه المعلومات الصحيحة و الدقيقة و أيضا حول الخطوات الرئيسية لبداية مثالية و استثمار ناجح لذلك توفر دائرة التنمية الاقتصادية خدمة مميزة لعملائها و هي طلب التواصل مع خبير اقتصادي دعونا نتحدث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع الهام و من هو الخبير و ما هي الإجراءات المتبعة في دائرة التنمية الاقتصادية نرحب في الستيديو الدكتور عمرو صالح محمد مستشار اقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نقول صباح الخير دكتور مرحبا بك في صباح الشارقة يعلم بقوب صباح الأدوار على كل مشاهدي و غنوات الشارقة في كثير من الناس يصиль لبس عنده شوي و ما بين الخبير و المستشار لكننا أ Тут نتحدث عن الخبير نفسه كمصطلح في دائرة التنمية الاقتصادية من هو الخبير في دائرة التنمية الاقتصادية دكتور؟ لا يوجد فرق قبير بين المستشار والخبير الخبير أو المستشار يقدم المشهورة الشخص يمتلك المعرفة والخبرة التراكمية الإلمام بالأمور الاقتصادية لديهم مهارات التواصل مع الأفراد لديه حب وإتقان للعمل وإخلاص للعمل ولديه معرفة اقتصادية بالتغيرات الاقتصادية العالمية بالتحديد وهي شيء مهم مع ربط هذه المتغيرات العالمية بما يحدث في الاقتصاد المحلي وقادر على التواصل مع الدوائر والزملاء في الدائرة ومع المستثمرين لتقديم المشهورة والدعم الفني والنصيحة وحضور الاجتماعات وتمثيل الدائرة والمشاركة في عملية التنمية والحقيقة يمكن بشكل صريح كلنا مستشارين في الدائرة وعندما يدخل المستثمر في الدائرة ويمكن تقدر التجربة وهذه التجربة تبدأ في الدخول يستقبلك شخص الأمن أو يوصلك إلى مكتب الاستعلامات إلى الترخيص إلى الرقابة إذا كان لديك مشكلة مع الرقابة أو حماية المستهلك وبالتالي كلنا فعلا في سنوات الأخيرة بالتحديد يمكن قعد كبير من الشباب بدأوا يدخلوا إلى الدائرة كلهم شباب عندهم وعي وعندهم ثقة وعندهم حب للعمل وبالتالي هناك انفتاح كبير للمتعامل للمتعاملين عند الدخول التوجه إلى أي إدارة إلى أي شخص حتى الوصول إلى المستثمر المستثمر إلى المستشار الاقتصادي أو الخبيل الاقتصادي أو حتى مكتب ساعدة رئيس الدائرة يمكن أن أقول معلومة صغيرة أن رضل المتعاملين في الدائرة أو رضل المستثمرين ارتفع إلى نسبة 94 و95% وهي نسبة جيدة جدا على مستوى الدوائر الحكومية ونحاول ونحاول والكمال للا واحده طبعا أن نكون على مستوى هذه المسئولية سواء مع المستثمر أو مع المتعامل دكتور نتعرف على طريقة التواصل مع الخبير الاقتصادي أنا مثلا الحين مستثمر جديد أو شخص حاب يدخل في مجال البزنس أو مجال الأعمال في أي قسم كيف أنا ممكن أن تواصل مع الخبير الاقتصادي والحياة في ألية بسيطة جدا هي الدخول على موقع دائرة تأميل الاقتصادي وسؤال الخبير الاقتصادي ونتلقى الطلبات عن طريق الموقع ونرد على هذه الطلبات وأنا أتحدث عن الخبير الاقتصادي أو المستشار الاقتصادي كما أتحدث عن المستشار القانوني لدينا الاستشارات القانونية لدينا الاستشارات الاستراتيجية لدينا الاستشارات الاقتصادية وبالتالي هناك ألية على الموقع ويمكن لو جربتوا تدخلوا الدايرة حتى لو الحقيقة ليس فقط مكتب المستشار الاقتصادي يعني إحنا بقعد ساعات في المكتب وأجد متعامل يدخل إلى المكتب حقيقة تفضل عنده مشكلة بنوعد نسمعه ونحاول إحنا نعطيه النصيحة تبقى للإجراءات والقوانين مكتب المستشار القانوني الحقيقة من المكاتب العامرة العامرة بالمدعملين يعني مستشار وفي نفس الوقت للدائرة ونفس الوقت للمتعاملين وبالتالي يدخل المستثمر إذا كان لديه مشكلة قانونية توجيه المكتب المستشار القانوني مشكلة اقتصادية توجيه المكتب المستشار القانوني مشكلة في الترخيص وأنا أحياء بأكد على هذه النقطة أن في الواقع أن جميع العاملين في الدائرة هم مستشارين سواء صغار أو كبار للمتعامل أو للمستثمر كيف يبدأ المستثمر المشروع؟ هذه هي نقطة مهمة جدا أنا مسألك دكتور عن نقطة معينة أنا حين كمستثمري ديت داخل المجال كيف ممكن أستفيد منك كخبير اقتصادي؟ الحقيقة نحن بنعمل دورات تدريبية بنعمل ورش عمل بنشارك في الإعلام وفي الصحافة هناك كثير من المقالات تنشر عن طريق الدائرة الاقتصادية هناك كثير من المؤتمرات التي نحضرها هناك كثير من ورش العمل لدينا إدارات للشؤون القانونية لدينا إدارات للشؤون التبارية للشؤون الصناعية مثلا كيف أمشي في هذا الاستثمار؟ هل هذا مثلا بيكون مشروع ناجح؟ هل ممكن تقييم لهذا المشروع؟ شو الأساسيات التي يتعلمها الشخص لما يلجأ لخبير اقتصادي؟ يعني عد نقطة مهمة لأن البعض يتخوف من الدخول إلى الأسواق ويمكن السؤال التقليدي ويمكن سؤال في بعض الأحيان يكون مثير لأن وأنا بتذكر وإحنا بنترس لأبناء للطلبة في الجامعة أول سؤال في كتاب الإدارة الاقتصادية عندما نبتأ المشروع ونسأل هذا السؤال وتكون هناك حيرة كبيرة فنسأل نقول لهم الإدارة الاقتصادية أو المشروع علم ولا فن ويبتدي أبناءنا الطلبة وإخواننا الطلبة يبتدوا اللي يقول علم واللي يقول فن واللي يقول مهارة ونقول لهم اختاروا علم ولا فن فالناس تقول علم والناس تقول فن وينقسم لكن الحقيقة في كتاب الإدارة الاقتصادية دائما يقول للشباب أن المشروع أو الإدارة الاقتصادية مزيج من الأتنين هي تحتاج إلى العلم واجتساب المهارات ومعرفة الأسواق ومعرفة أسباب النجاح والفشل التعرف على الخبرات لابد أن ندرس لكن في نفس الوقت لننكر أن هناك جزء من المهارات جزء من المهارات الشخصية فن فن إدارة الأشخاص التعامل مع الأشخاص فن التسويق كيفية الترويج كيفية الدخول في مفاوضات كيفية الشراء كيفية البيع فهي تتطلب مهارات الشخصية صحيح أن في كثير من الدورات التدريبية الحين للمستثمرين وصفار المستثمرين وإنه يجب أن أشيد وأن أذكر تجربة رخص اعتماد في إمارة الشارقة اللي مخصصة لإخواننا المواطنين بشروط ميسرة جدا بإمكانيات ميسرة جدا عن الرخص التجارية أو الرخص الصناعية بإعفاءات كثيرة تقدم لهم بمتابعة شهرية لهذه الرخص حتى يمكن أن نتابع هؤلاء الداخلين إلى الأسواق وتشجيعهم على التحول من الرخص البسيطة إلى رخص تجارية أو صناعية نعم دكتور يعني سؤال يعني أن شو المميز في الاستثمار في الشارقة غير عن الإمارات الأخرى هذا السؤال هجاوب عليه بمتهى الصراحة ومتى الأمانة ونكرر هذه الإجابة في كثير من الأحيان وأنا بصفتي مستشار اقتصادي وبصفتي اقتصادي هقول لك إن إمارة الشارقة تتميز بمتاصرح تتميز بكثير من المميزات التي قد لا تتوافر على مستوى بعض الاقتصاديات سواء في الانطق المحلي أو حتى الانطق العربي الحياة في إمارة الشارقة وأنا أتيت حديثا إلى الإمارة منذ عدد من السنوات وتعرفت على اقتصاد الإمارة وعلى تاريخ الإمارة وعندما ننظر إلى تاريخ الإمارة الاقتصادي من 30-40 سنة نجد أن هناك استدامة في هذه المنطقة في هذه البقعة من الأرض يعني استدامة يعني المستثمر لا يأتي ليفتح ماشروع ثم يعد سنتين ثلاثة ويمشي يعني ما فيش ثقافة هيتون درون عندنا ثقافة الاستدامة الشخص ييجي بيعد يستوطن ويعمل ويعيش عدد من السنوات لأنه يحب هذه المنطقة أحب هذه البلد أحب هذه الإمارة وبالتالي هناك نعمل الاستدامة بشكل كبير جدا ومن خلال 30 سنة الماضية رأينا وعلمنا أننا عندنا أكبر مناطق صناعية أو أول مناطق صناعية على مستوى المنطقة الخليج وليس نظر على مستوى الدولة عندنا أكبر مناطق صناعية أكثر عددا أكثر حجما عندنا أول المطارات عندنا أكبر المواني التجارية من قديم الزمان خرفة كان على سبيل المثال عندنا أول المدارس أول مدارس حتى لتعليم النساء عندنا أول الدوائر الحكومية الدائرة التنمية الإقتصادية هي أي أول دائرة إقتصادية في دولة الإمارات في عام وعادة الثمانين ده شيء لا يبد أن يذكر ويقال فلدينا تاريخ الاقتصادية ولدينا قواعد اقتصادية مهمة جعلت هناك جيل أول وجيل ثاني وجيل ثالث وأجيال تأتي لكي لا فقط تستثمر في هذه الإمارات لكن لتشارك في عملية التنمية وتكون جزء من هذا النسيق ويمكن ده ما يميز إمارة الشارقة عن اقتصاديات سواء على منطقة الخليجة أو حتى على مستوى الدولة الدكتور اليوم في 2018 أنا آسف للمقاطعة ويمكن دائما نطلق على إمارة الشارقة هي إمارة عائلية وبالتالي في جودة حياة مختلفة عن كثير من وهو يعطي أريحية للمستثمر يعني أنا جاي علشان أعطي لهذا البلد وليس فقط لأخذ من هذا البلد دكتور سواء الأخير نتكلم عن اليوم 2018 شو هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمر؟ طبعا التقلوات الاقتصادية بتواجه الاستثمر على مستوى ليس فقط على مستوى دولة الإمارات ولا على مستوى إمارة الشارقة لكن على مستوى العالم هناك صعوبات اقتصادية وأنا الحقيقة أتأثر بشكل كبير ولو أحب أن يذكر كلمة أزمة اقتصادية لأننا لا نعاني من أزمة اقتصادية ومن يقرأ مقدمه ابن خالدون أو من يقرأ في القتابة الاقتصادية يعرف أن هناك يعني صعود وهبوط فيه فهناك تقالوبات اقتصادية هناك منافسة كبيرة هناك حركة في الاستثمرات داخل وخارج الإمارات تنتقل من الإمارات إلى مناطق أخرى وكلها تحديات كيفة ليس فقط تجذب المستثمر لكن كيف تحافظ على المستثمر فالمصول إلى قمة سهل ولكن الحفاظ على قمة أصعب وبالتالي التحدي الأكبر هو أن نحافظ على هذا المستثمر لا نجذب المستثمر لأنه لدينا قاعدة والحقيقة يمكن يعني زي ما حضرتك قلت وسألتوني على إمارة الشارقة والمميزات إمارة الشارقة فيها روح صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي هذه الروح الطيبة التي تجذب المستثمر وتجعله في كثير من الأحيان يرفض أن يخرج وعندنا نسبة تخرج ودي شيء مهم عندنا نسبة تخرج قليلة أقل نسبة تخرج من الإمارة لأن الشخص بيجي بيحب يعطف الإمارة إذن الحفاظ على هذا المستثمر شيء مهم هي دائرة الإقتصادية أو الدوائر الإقتصادية توسعت بشكل كبير في عملية الأتمامة في عملية الحوكمة في عملية دخول المستثمر على السوشيال ميديا أو على طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو طريق خدمات الإلكترونية عند دائرة 108 خدمة الإلكترونية حالياً نتوسع بشكل كبير ربط الإلكتروني من خلال هذه طبعاً تطور الحديث النشدة في وسائل التواصل الاجتماعي نصرع ونربط المستثمر بالاقتصاد تمام دكتور عمر صالح محمد مستشار اقتصادي في دارة التنمية الاقتصادية شكراً لك على وجودك معنا شكراً لك ودائما بالتوفيق للإعلام والإمارة الشركة شكراً مشاهدينا فاصل سريع من بعد أن ننتقل لفقرة السرمة شكراً لك